يو 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 لما تصير جريمة ويهرب المجرم بصير دون رسومات الشرطة الحاسمة في تعقب المجرمين بيجي الشخص اللي شاف المجرم وبيشرح شكله للشرطة وبيجي الشرطة مختص وبيرسم هذه الشروحات بيرسم شكل المجرم ومع ذلك هالرسومات سواء رسموها بإيدهم أو بتقنيات خاصة ممكن تخطئ وبشكل صخيف جدا وراح تشوفوا السخافة بنفسكم بصاحب رأس البيضاء أو حتى بالرسمة لأوقعت شخص بريء بورطة كبيرة الفيديو فكرته غريبة عجيبة فخليني وارجيكم أغرب رسومات الشرطة للمشتبهين وأغرب قصصهم بس طبعا وأولا مزعجي وين مزعجي هنا ولا هتنسوا لك يا أقوى جيوش المجرم ويلا خليني نبدأ على طول خليني وارجيكم واحد بعض الأحيان بيكون الأفضل أنك تعطي تفاصيل أقل عن المجرم لأنه بعض الناس بتفكر أنه لما تعطي تفاصيل أكتر بيكون أحسن والدليل أنه في رسمة بسيطة جدا لمجرم أدت للقبض عليه وبسرعة والقصة أنه بعام 2018 الشرطة الأمريكية كانت عم تلاحق مجرم هارب من خلال صورته المرسومة عمر المجرم حوالي 30 ل40 سنة وشعره أسود وعنده وجنة عريضة وذقن مدببة وطوله حوالي 163 سانتي وهذا المجرم القصير 163 سانتي كان يعمل بأحد المولات عام الحاله عم يعمل بأحد المولات ولأنه موظف قدر يسرق مبلغ نقضي ضخم من الكاشير فالشرطة استجوبت شهود العيان وواحد منهم قدم رسمته الخاصة للسارق هو رسمها وقدمها للشرطة بلا أي حياء لماذا يستحي؟ لأنه الرسمة فاشلة وكانها رسم الطفل ما دخل للروضة حتى يعني شوفوها بالله العيون مجرد نقط والفم شخطة والتجاعد مجرد خطوط الخطوط بس العجيب والغريب أنه المحقق فجأة ذكر شخص بيشبهها الوصف وهو هونغ فوك نجوين وعت هذا أذكى محقق بالعالم شكله وكيف تذكره من هاي صورة شارلوك هومز وبعد مقارنة الصورتين ببعضهم بتحس أنه فعلا فيه تطابق وغريب وبالفعل تم القبض على هونغ فوك وتمت إدانته بالجريمة تخيلوا ردة فعل هونغ فوك لما يشوف الصورة اللي انقبض عليه بسببها رح يكون محبط الصورة المفروض يكون فيها هيبة بس هاي الصورة ما فيها هونغ فوك اثنين بالعصر الحديث غالبا ماعد الشرطة يستخدم الرسومات البدائية هذه لأنه اكتشفوا أنه الأسهل هو استخدام تقنية اسمها E-VET شو هي الـ E-VET هي عبارة عن طريقة سريعة لإنشاء صور للمجرمين من وصف الشاهد بدون ما يحتاجه لرسام يعني ذكاء صناعي تقريبا وهالبرامج وظيفتها أنها ترسم لك شكل مشابه جدا للمجرمين وكأنها لعبة بتختار فيها الشكل للشخصية يا سلام ومع ذلك أحيانا بتكون صورة غريبة جدا مثلا في بنت بريطانية اسمها تاما قالت أنه فيه شخصين دخلوا لبيتها وسرقوها وهربوا بمبلغ جيد من المال ففتحوا لها البرنامج ووصفت أحد اللصوص للشرطة وطلعتها صورة عجيبة يعني أنا متأكد أن الشرطة لما شافها الصورة انفجعوا وتمنى أنه هالمجرم المرسوم يكون مجرد وهم وخيال لأنه لو كان حقيقي الشرطة رح تجي جلطة وبعدها صفحات الشرطة على السوشال ميديا نشرت صورة المطلوب وصارت تريند حرفيا الناس صاروا يعملوا عليها تصاميم وميمز ونشروها في كل مكان فصار المجرم مشهور جدا وعلى الرغم من هالشهرة الكبيرة ما قدرت الشرطة تمسكه ليومنا هذا وطبعا ما رح تمسكه ليش ما رح تمسكه لأنه من وين جيبوا شخص بيشبه هاي الصورة مستحيل مو موجود إلا بمخيلة هذه البنت اللي تخيلته بس ما في غيره ثلاثة مثل ما شفنا الرسومات مو دائما صادقة بس هالأمر متوقع لأنه صعب توصف شخص بتحبه بدقة فما بالك بمجرم شفته اللحظات بس على كل حال في بنتين اسمهم كيم وسارة تعرضوا للسرقة ووصفوا المجرم وقالوا أنه طوله 182 سانتي ومعضل عنده عضلات كثيرة جدا هيك قالوا وغير أنه عمره 25 ل30 سنة وعنده أنف مستقيم وشعر وجه خفيف جدا والمضحك أنهم قالوا أنه عنده وجه بيضوي جدا جدا فبالنهاية طلعت الرسمة هيك وبتعرفوا شو؟ اعتبروا أنه رسمة راس البيضة هاده رسمة احترافية احترافية جدا طبعا مزحة اعتبروها غير احترافية بالمرة فاشلة جدا لدرجة أنه اعتبروها واحدة من أسوأ رسومات الشرطة في التاريخ بس العجيب أكتر أنه الرسمة ساعدت بالقرض على المطلوب مسكوه وطلع الحرامي عمره 32 سنة واسمه غلين راندلز واللي انشهر بعد ما انمسك باسم غلين اللي معضل غلين رأسه البيضة حرفيا هيك صار اسمه أربعة قبل سنوات تعرض منزل عائلة بأحدى ولايات أمريكا للسرقة وكان فيه بالبيت بنت صغيرة اسمها ريبيكا شافت السرقة ووصفت شكل أحد المجرمين للشرطة فطلعت نتيجة الوصف هذا الشيء اللي فكروا مجرد خيال أطفال بيلتسق على البراد يعني لاحظوا شكله نحيف الجسم وشعره داكن وعيونه واسعة ولحيته متناثرة شكله غريب وكأنه خيال كأنه شبح بس بتعرفوا شو طلعت رسمة جيدة استخدمها أحد المحققين ووصل للمجرم الخطير بيدرو برونو ومثل ما أنتوا شايفين طلع بيدرو برونو بيشبه الرسمة جداً وطبعاً تمت إدانة برونو بارتكاب عشر جرائم سطو وانسجن فتخيلوا أنه هالمجرم الخطير بيدرو برونو الخطير انسجن بسبب طفلة صغيرة اسمها ريبيكا رهيبة ريبيكا خمسة جريمة حصلت بمدينة ميامي بفلوريدا بسنة 2014 هالجريمة كانت مروعة وخطيرة لدرجة أنه ما بقدير حكي تفاصيله على اليوتيوب ممنوع المهم أنهم مجرمين خطيرين شافهم شخص ما وقدم رسمته الخاصة لأحد المجرمين ولما الشرطة نشرت الرسمة صارت تريند ليش؟ شوفوا ليش تخيلوا يطلع لكم هالرجال بطريق المظلمين مثلاً المهم مثل ما قلت لكم الرسمة صارت تريند وانتشرت انتشار هائل والناس صار يضحكوا عليها تساووها مصخر تريندية حرفياً ومع ذلك هالرسمة ساعدت شرطة بتعقب أحد المجرمين وطلع عمره 15 سنة بس واسمه دياندري تشارلز وات؟ طلع صغير جداً الصراحة أنا اتفاجأت منه لما عرفت المهم بمجرد النظر للرسمة ومقارنتها بالمجرم بتلاحظ أنه طلع فيه شبه جد بالرسمة طبعاً هاي الرسمة مع بعض الأدلة الأخرى أثبت جريمة على الشاب دياندري فسجنوه لمدة سنة وبعدها اكتشفوا أنه طلع بريئ وات؟ كمان مرة؟ طلع بريئ يعني قبل شوي تفاجأت على الفاضي وزعلت عليه على الفاضي تطلع بريئ فمثل ما قلت لكم أثبت وبرأته وطالعوه بس كان مزعوج جداً ليش؟ لأنه سجن ولأنه صار تريند أضحوك بين الناس صار مسخرت الانترنت حرفياً ضربتين يا دياندري وضربتين على الراس بتوجع يا دياندري توجع جداً وأخيراً بعام 2004 ضابط شرطة بريطاني يدعى لي ولس كان يعمل بالتحقيق على جريمة سرقة طبعاً أثناء التحقيق قرر الرسم بشكل مجرم بنفسه فكرة غبية جداً مختلة وبتعرفوا ليش هلا بس المهم أنه قرر يرسمه مثل ما هو متوقع أنه يكون شكله وطبعاً لأنه دارس تصميم غرافيكي وعنده دبلوم في الفنون كان متأكد أنه رح يرسمه كويس ورسمه وهذه هي الرسمة وطبعاً ومباشرة انتشرت صورة بين أصدقائه وساووا مصخرة والنذالة الأكبر أنه أرسلوا الرسمة لأقسام شرطة أخرى ببريطانيا وفت مصخرة عليها شرطة بريطانيا كلها ويقال أن شرطة بريطانيا صاروا يتنمروا عليها لسنواته يلبسوا أقنعه يجوع الشغل لابسين أقنعه بتشبه الرسمة اللي رسمها فجننوا لسنوات جننوا لحتى بالأخير قرر يترك شغله كله اعتزل الشرطة وجد ترى ما انزح ترك شغله نهائياً وبس مع الرسمة اللي خلت الشرطة يعتزل بننهي هذا الفيديو إن شاء الله يكون عجبكم وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه وإذا عجبكم طبعاً لا تنسوا اللايك ولا تنسوا تكتبوه لتشاركوني شو أكتر واحدة من هاي القصة الستة عجبتكم أو شو هي أغرب رسمة شفتوها بهذا الفيديو أنا بالنسبة إليه عجبتني البنتة الصغيرة لأنه فكروا رسمها خيال وطلع جد وواقع ومسكوا للحرام بسببه عجبتني البنتة الصغيرة وميكي طبعاً عجبوا آخر واحد ليش لأنه تنمروا عليه وميكي بحب التنمر ميكي شرير ميكي وقح ميكي مصيبة وبس يلا ألبس النظارة وأنهي هذا الفيديو أوكي يلا شكراً لكم على المشاهدة وحبكم جداً ومزعجة كان هنا السلام